أهلا بكم مجددا معكم نورس علي اليوم سنستأنف سلسلة تطوير قوارب وورد برس المستوى الثالث بسبب انشغالاتي لم أحدد المواضيع بشكل دقيق التي أريد تحدث عنها في هذا المستوى لكن بشكل عام الأمور التي أفكر بها والتي سنبدأ بها اليوم وفي الفيديوهات القادمة هي أننا سنتعلم كيفية إنشاء مقالات أنواع مقالات مخصصة أنواع تصنيفات مخصصة وأنواع وصومة مخصصة ماذا يعني ذلك سنعرف خلال هذه السلسلة أيضا سنتعلم كيفية جعل القالب وورد برس الذي نقوم بتطويره قابل للترجمة أيضا ماذا يعني ذلك سنعرف ذلك خلال هذه السلسلة لم أقوم بإنشاء هذا القالب عادة أنا أقوم بإنشاء القالب قبل أن أقوم بشرح كيفية إنشاؤه لكن هذه المرة لم أقوم بإنشاء أي قالب سأقوم بإنشاؤه معكم فكرة هذا القالب بكل بساطة هو أننا نريد أن نقوم بإنشاء قالب خاص بالكتب يعرض أسماء الكتب يعني عادة مثلا موقع Wordpress يكون فيه مقالات نكتب بالمقالات أشياء مختلفة ويتم عرض هذه المقالات في لوحة الموقع الأمامية أواجهة الموقع الأمامية لكن الشيء الذي نحن نريد أن نقوم بإنشاءه اليوم هو أن نريد إضافة كتب للموقع وليس مقالات أيضا نريد إنشاء يعني بدلا أن نصنف هذه الكتب حسب التصنيفات الاعتيادية الموجودة هنا في Wordpress نريد أن نصنفها حسب تصنيفات الكتب التي نحن نحددها فبالنسبة لهذا الموضوع سنقوم به خلال مرة أخرى ليس اليوم بالتأكيد لكن خلال الفيديوهات القادمة وسنعرض على لوحة الموقع الرئيسية عنوين الكتب صورة بارزة مصغرة لهذه الكتب مثلا يمكن أن تكون صورة غلاف الكتاب سنعرض وصف الكتاب نشر الكتاب كاتب الكتاب المؤلف يعني ولمحة عن هذا الكتاب ونوع هذا الكتاب هل هو كتاب مرة أخرى نفس فكرة التصنيفات هل هو كتاب للأطفال كتاب خاص بموضوع البرمجة كتاب خاص بكتاب تعليمي مثلا منهج تعليمي إلى آخره فهذا الشيء الذي نحاول إنشاؤه في هذه السلسلة سنحاول إنجازه في هذه السلسلة فإذن اليوم ماذا سنفعل؟ اليوم بكل بساطة سنقوم بإنشاء مجلد جديد نسميه level 3 أو نسميه باسم القالب يعني ذهبنا إلى تثبيت وورد براس الذي لدينا فالسابق قمنا إنشاء LWN theme أو قالب يعني فهذا القالب أريد أن أعيد تسميته إلى level 2 وثم أقوم بإنشاء قالب جديد هنا سيكون هو قالب level 3 الذي سنتعامل معه فعلينا أقوم بذلك فإذن هذا سأقوم فقط بـ rename level 2 حتى عندما أقوم لماذا أقوم بذلك؟ لأن بعد أن أنفع الكود على GitHub يمكنكم معرفة أن هذا الكود خاص بالمستوى الثاني ليس له علاقة بالمستوى الحالي الذي نعمل عليه سأقوم بإنشاء قالب جديد هذا القالب أو مجلد في مجلد القوالب فسيكون اسمه learn with now box center أو box center learn with now box center جيد فهذا هو اسم القالب مركز الكتب جيد طبعاً كما نعرف أنه بالنسبة لقوالب ورد برس هناك ملفين رئيسيين بها أول ملف هو style.css والثاني ملف هو index.vhp فدعونا نقوم بإنشاء هذه الملفات فهنا سأقوم بإنشاء style.css وأيضاً new file index.vhp الآن لنذهب للقوالب مظهر قوالب وسنجد القالب الخاص بنا موجود هنا إذا قمنا بتفعيله هنا جيد وثم قمنا بذهب للقالب سنجد هنا صفحة فارغة لأن صفحة index.vhp فارغة دعونا نقوم بإضافة معلومات عن هذا القالب فبكل بساطة نتذكر نحن بملف style.css نقوم بإضافة بعض الكومنت هذه الكومنت خاصة بمعلومات عن هذا القالب فمثلاً اسم القالب ها هو فسأقوم بحفظ الملف لأريكم طبعاً هذه الأمور نحن نعرفها هي مجرد مراجعة سريعة هذا هو اسم القالب هذا هو مؤلف القالب هذه هي الوسوم التي تعبر عن القالب ونسخة هذا القالب بالنسبة للسكرين شوت أنا لم أعلمكم بعد كيف يمكننا إضافة للقالب خاص بنا على أن نتعلمه في هذا المستوى أو لاحقاً يعني ليس موضوع صعب كثيراً وأيضاً هنا لدينا text domain وهذا text domain الذي سنستخدمه بالfunctions الخاصة بهذا القالب فأنا قمت بوضع lwn-book center فإذاً هذه بالنسبة للكومنت الخاصة بstyle.css وهذا هو ملف الاندكس سأقوم بإغلاق ملف الاندكس هذا وبقي اندكس واحد وهنا مثلاً إذا قمت بكتابة h1 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 مثلاً box center أكتب هنا ما رأيكم وحفظ الآن إذا ذهبت للقالب وإذا لقراجها الأمامية سأجد ظهر عليه هنا box center الآن سأقوم بإضافة محتوى لصفحة اندكس 3hp يعني أقوم بإنشاء صفحة html اعتيادية html بهذا الشكل وهنا بداخل html يوجد head tag نحرف كل هذه الأمور وbody tag وأيضاً الفوتر هنا فإذاً هذه صفحة html عادية فليس فيها أي شيء جديد دعونا نرتب الأمور ونكمل هذه الصفحة فلدينا هنا الheader أو الhead فبداخل الhead سأقوم بإضافة مثلاً سأقوم هنا بإضافة title هذا title أريد أن أضع به عنوان هذا الموقع فهنا سأقوم بكتابة tag و أقوم بكتابة blog info الآن سنقوم بإنشاء الأمور يعني بسرعة ليس كالصابق ببطء لأننا نردت ونعرف هذه الأمور فإذاً هذا بالنسبة لل title title الموقع يظهر في المتصفح هنا في الأعلى فذا قمت الآن بالتحديث سيظهر هنا حتى مقال مترجمة كيف يمكننا التغييره نذهب إلى أدوات لا نذهب إلى إعدادات عام هنا فإذاً سأغير اسم الموقع الذي لدينا فه سأسميه مثلاً كتب مركز الكتب مثلاً مركز الكتب الرائعة مثلاً أو المفيدة أجمل وهنا سطر الوصف الآن سأقوم بإضافته في description فهنا سأقوم بكتابة مثلاً هنا تجد كتب مفيدة وممتعة من مختلف المجالات مثلاً يعني شيء بسيط وسريع ثم نقوم بالحفظ فالآن إذا ذهبت لوجهة الموقع الأمامية سأجد تغيير هذا الشيء هنا سأقوم أيضاً بإضافة tag المتة الخاصة بال description فهنا سأقوم بكتابة متة وهذه المتة سيكون متة يقولونها أنا أقولها متة فهي تحتاج لي name فسأقول description description والcontent الخاص بها سيكون description الخاص بها سيكون blog info description يعني سطر الوصف الخاص بال blog أو بالموقع فهنا سأقوم بكتابة description جيد فإذا عدت لموقع مرة أخرى تحديث وقمت الذهاب إلى view page source يظهر لي المتة هنا وهنا ستجد لاحظوا ظهر هنا ستجد كل الكتب مفيدة جيد فإذا دعونا نكمل بهذه الصبحة فإذا هنا قمنا بإنشاء ال head جيد هنا يجب أن يكون هناك link لل style sheet لكن نحن نضع ال style sheet بطريقة مختلفة نعرفها ب wordpress سأدخل في هذا الموضوع لاحقاً أيضاً بالنسبة لل body tag هنا أو ما الشيء الذي سأريد عنه سأقوم بوضع header header هنا سأعطيه tag أو id عفوا سأعطيه id main header وبداخله سأقوم بإنشاء def container هذا ال container هدفها هو توسيط المحتوى الصفحة الآن سنضيف class container style sheet ونقوم بstyle المواضيع سيكون ذلك في الفيديو القادم على ما أعتقد فإذا هنا بالنسبة لل container سنضع فيه h1 بداخلها a tag هذه ال h1 ستحتوي على رابط الموقع ستحتوي على اسم الموقع فإذا هنا بال h1 هنا أيضاً سنقوم بكتابة هنا blog info blog info name لنحصل على اسم الموقع جيد و بال link الخاص بها سيكون هو عبارة عن echo site url لعرض رابط الموقع جيد يمكن أن أعطيها class هنا مثلاً أعطي هذا a tag class مثلاً أسميه website title جيد فإذا هذا بالنسبة لل أيضاً أريد أدنى h1 أريد إضافة paragraph tag أضع فيه description الخاص بالموقع فهنا سأقوم بكتابة blog info description جيد فإذا هذا بالنسبة لل head فإذا انتهينا من ال header سنرى كيف يبدو ذلك على الصفحة العامية فإذا مركز الكتب المفيدة أدقونا بالنقر هنا سيذهب لرابط الموقع نفسه أيضاً بال header أريد إضافة بداخل ال header نفسه أريد إضافة ul أو navigation menu يمكن إضافتها لاحقاً فهي عارسة تكون ul بداخلها سنضع التصنيفات الخاصة بكتب هذا الموقع فمثلاً هنا سأضع فيها سنقوم بجعلها dynamic لاحقاً لكن الآن مثلاً هنا سأقوم بكتابة مثلاً يعني educational book مثلاً أو children طبعاً كل هذا سيظهر بلغة العربية لاحقاً لكن الآن فقط مثلاً مثلاً science fiction مثلاً دعونا نقول شيء آخر مثلاً و مثلاً هنا مثلاً مثلاً روايات فهذا بالنسبة للهدر لنرى كيف يبدو ذلك هنا فهنا ظهرت لي دعونا نقوم بالذهب للفوتر هنا هذا الفوتر سأعطيه id يكون عبارة عن main وأيضاً سأضع فيه container الهدف من هذا الكنتينر هو توسيط المحتوى وأيضاً سيكون بداخله بيرغراف بداخل هذا البرغراف مثلاً سنقول copyright reserved مثلاً أي شيء له يعني الحقوق محفوظة أو إلى آخره أو يمكن كتابة مثلاً عنوان الموقع هنا مثلاً لا أعرف يعني شيء بسيط سيكون الفوتر الخاص بموقعنا وبالنسبة لل طبعاً الbody tag يفترض أن يكون هنا جيد هكذا أفضل و أدنى الهدر هنا سنقوم بإنشاء main section الخاص بموقعنا فهنا سنقوم بكتابة section main و بداخله هنا أيضاً سنضع container و بداخله مؤقتاً سنقوم بإنشاء دب فيها الكتب فهنا سأقول مثلاً هنا سأقوم بكتابة a book here مثلاً أو مثلاً book title goes here مثلاً طبعاً سأغير هذا لاحقاً فإذاً لنرى كيف يبدو ذلك فإذاً هذا هو الفوتر هذا هو المين وهذه هي هذا هو الهدر الخاص بالموقع الآن سأقوم بتقسيم الملفات كالعادة نضع الفوتر في ملف footer.php الهدر بملف header.php فإذاً لنقوم بذلك فإذاً سأذهب للموقع هنا المجلد الخاص به وهنا سأقوم بإنشاء ملف جديد أسميه footer.php وأيضاً ملف آخر جديد سأسميه header.php جيد وأغلق هذا أذهب إلى الـ index أأخذ كل الهدر فإذاً الهدر هو سيكون كل شيء إلى هنا هذا هو الهدر سأخذه من هنا وأضعه بملف الهدر وبمكانه سأقوم بكتابة هنا get header هذا الشيء نعرفه طبعاً فالآن سأقوم بالحفظ هنا وأذهب للموقع لن لاحظ أي تغيير بكل بساطة لأني فقط نقلت قسمت المحتوى بشكل أفضل لكن الموضوع هو نفسه بالنسبة للفوتر سأخذ كل هذا من هنا وأذهب للفوتر أضعه فيه بكل بساطة وأقوم بإضافة بالإندكس هنا get footer جيد وأنهي الموضوع أحفظ طبعاً بالتأكيد أقوم بالحفظ هنا ستجد أن كل شيء كما هو بالنسبة للهدر دعونا نذهب للهدر هنا نريد أن نقوم بإضافة أدنى الهد هنا أو قبل إغلاق الهد نريد أن نضيف الهد الخاص بwordpress فهنا سنقوم بإضافة wordpress head جيد وبالنسبة للفوتر نفس الفكرة قبل إغلاق الbody tag هنا سأقوم بإضافة الفوتر الخاص بwordpress فهنا سأقوم بكتابة wordpress wordpress فوتر جيد أرتب قليلاً يعني لا مشكلة بهذا الشكل هكذا أفضل وبالنسبة للهدر هنا في الأعلى سأقوم بإضافة doctype حتى أؤكد أنها هو ملف html5 وهذا فقط إذا ذهبت الآن الموقع بكل بساطة ظهرت لي هنا الشريط wordpress شريط wordpress العلوي الخاص بالadmin ها هو وكل شيء تمام إلى هذه اللحظة دعونا نقوم بالتعديل على main index main هنا فنحن قمنا بإنشاء section main وضعنا فيه div container وهنا book class book دعونا نقوم بإضافة بداخل البوك نقوم بإضافة div جديدة نسميها مثلا book title هنا وبداخلها سيكون عبارة عن h3 فيه book title فهنا سنقوم book title goes here دعونا كل هذا مرة أخرى سنغيره يعني يكون المحتوى فيه dynamic لكن يعني بكل بساطة نبدأ بهذه الطريقة وقبل البوك title نريد إضافة الصورة المصغرة للكتاب وهنا سنقوم بكتابة div نسميها book thumbnail وبداخلها سيكون image tag الذي هنا سأستعين بموقع اسمه via.placeholder.com وثم أقوم بإدخال حجم الصورة التي أريد التي تكون ثلاثمائة بمائتين وهنا alt مثلا book thumbnail طبعا هذا سيصبح يعني automatically فلا يوجد داعي أن يعني نحدد الشيء هنا أو نكون دقيقين فيه الآن فإذا هذا بالنسبة للبوك title فبعد البوك title نريد أن نضع البوك description هنا وفيه بداخله سيكون B tag الذي سأضع فيه الآن نص placeholder خمسة عشر كلمة بهذا الشكل فالآن إذا هبت للموقع ظهر لي البوك title هنا والصورة لم تظهر لماذا بضعوني أتأكد من من الموضوع هنا من المشكلة ها هي لم تظهر الصورة لماذا فنعود ها هي ظهرت فإذا نريد هنا يفترض أن يتم عرض أكثر من كتاب ليس كتاب واحد فأنا أفكر أن نضعها كلها بجانب بعضها البعض يعني هنا كتاب هنا كتاب هنا كتاب نفكر بهذا الموضوع عنده التصميم لكن الآن ما الشيء الذي نريد أن نفعله هو بقي شيء واحد من هذا الفيديو هو أنا نريد الوصل مع ال style sheet حتى نستطيع إضافة ال styleات في الفيديو القادم حتى نقوم بإضافة ال styleات أو style sheet علينا أن نقوم بإنشاء ملف جديد في القالب اسمه functions.vhv فإذا نقوم بإنشاء الملف هنا functions.vhv ها هو ونقوم بإغلاق هذا ونبدأ فإذا نفتح تاج الvhv لكن لا نغلقه نقوم بكتاب التعليق بسيط بهذا التعليق نقول link style sheet مثلا link style sheets وهنا نقوم بإنشاء function هذا الفونكشن سأسميه learnwithnow underscore book center link style sheet أو مثلا ماذا أكتب enqueue style sheets جيد بهذا الشكل وهنا أبدأ بكتابة ال code wordpress الخاص بذلك وهو wordpress enqueue عفوا wordpress enqueue style فقط وهنا بداخله سأقوم بإضافة اسم لهذه ال style sheet فهنا سأكتب lwn book center style sheet وهنا أقوم بوضع المسار لهذه ال style sheet والفكرة هنا أنه سيأخذ المسار ال style sheet هذه ال style sheet الموجودة هنا سيجلبها لنا أيضا نريد إضافة ال style sheet الخاصة بال rtl فهنا سنقوم بكتابة wordpress style add data وهنا سنقوم بإضافة ال style sheet الذي نريد إضافة data لها وهي learn with now book center style sheet وهذه style هذه الشيط خاصة بال rtl ونريد replace يعني وضعها بدلا من هذه ال style عندما يكون هنا لك اللغة لغة rtl مفاعلة مثل العربي أو الفارسي أو الأردو أو الأخري أيضا نريد هنا إضافة add action وهذا الفنكشن الذي لدينا هنا ها هو نريد أن نطبقه عند ماذا عندما يحصل wordpress enqueue scripts جيد ولا ننسى أن نقوم بإضافة هذا طبعا أنا الآن قمت بإضافة ال style sheet الآن بشكل تلقائي سيتم إضافتها للهدن هنا طالما لدينا wordpress head مو هنا موجودة فإذا ذهبنا فإذا نتفعيل بهذا الشكل وذهبنا إلى view page source فسنجد أن ال style sheet موجودة ها هي فإذا نرن with now لدينا هذه ال style sheet هذه ال style sheet ليست لنا ال style sheet التي لدينا هذه هي فإذا نرن with now style sheet rtl css ها هي فإذا نقول هي غير موجودة السبب أنه لم نقوم بإنشائها فهنا نذهب إلى learn with now book center وهنا نقوم بإنشاء style-rtl.css فإذا الآن نعود إلى هنا ظهرتها هي ولكنها فارغة فإذا قمت الآن بإنشاء مثلا كتابة هنا body direction أو direction rtl وعود إلى هنا تحديث ستظهر لي هنا أيضا أريد مؤقتا أريد أن أقوم باستيراد كل الرولز الموجودة ب style.css هنا ويتم تطبيقهم فإذا عود إلى هنا تحديث سيتم تطبيقها سيتم إضافتها هنا فإذا عود إلى الموقع هنا سأجده يظهر الآن من اليمين إلى الإصار جيد كيف أعرف أن القواعد الموجودة ب style.css أيضا مطبقة بكل بساطة أذهب إلى هنا style.css ومثلا أكتب هنا body direction body background وأضع اللون يعني مميز أستطيع رؤيته مثلا red وهنا تحديث سأجد ظهر كل شيء هنا بالأحمر لأنه بكل بساطة تم استيراد كل شيء هنا لملف style rtl جيد سأنسح هذا الأحمر حتى نستطيع رؤية الأمور بشكل أفضل في الفيديو القادم الشيء الذي سنقوم بإنشاؤه في الفيديو القادم سنقوم بي يعني جعل هذا الشكل أجمل قليلا مرعيكم نقوم بوضع الهدار مثلا هنا بالأعلى نلون الأمور نستخدم ألوان جديدة وأيضا نقوم بإضافة المزيد من الكتب هنا ونقوم بترتيبها مثلا نضع ثلاثة كتب في كل سطر فيبدو الموضوع أفضل ونضيف يجب أن نقوم بإضافة هذا كل هذا الفيديو ألقاكم في الفيديو رقم رقم اثنين من المستوى الثالث من سلسلة تطوير قوائل بورد بيس المستوى الثالث من سلسلة تطوير قوائل بورد بيس